أمرات برضو في اللستة الاكتئاب طبعا إزاي يعرفوا أنه بدأ يخش في اكتئاب تمام والاكتئاب أظن حاجة غير أنه هو يبقى ساكت أو أنه هو بيستمع بس لكن فيه أعراض تانية بالزبط هو الاكتئاب هنا ما بيجيش بالاكتئاب ما بيجيش بالاكتئاب كعرض يجي الاكتئاب كمرض من جير الاكتئاب كعرض نسميه اكتئاب مقنع ايوه نعرفه إزاي لو بدأ المريض يفقد اهتماماته يعني واحد كان مهتم بيتفرج على كورة ويتابع مثلا رياضة ما بقاش يعمل كده أو أنه هو بدأ مش عايز معزول مش عايز يقابل كان مهتم بالناحية الاجتماعية والخروج ما بقاش يعمل كده يعني فيه تغير فيه تغير يحصل تغير ويلحظوه ويلحظوه دي بتبقى من أهم الحاجات بعد كده بتبقى الحاجات الفيسيولوجية يبدأ الشياء للأكل تقل النوم يضطرب ودي من العلامات المهمة جدا ويبدأ كمان يبقى فيه شكوى جسمانية يعني تلاقي المريض أو المريضة غريبا بيقى للستات أكتر تشتكي من شكاوى وتروح للدكاترة ما تلاقيش حاجة ويقولوا لا مش مش شايفين عندها حاجة فده بيقى برضو ممكن يكون وراه نوع من أنواع الاكتئاب